تمكن بيت التمول الخليجي خلال العام 2013 من العودة لتسجيل الربحية واستطاع تخفيض ديونه ويمكننا القول الآن أن بيت التمول الخليجي سدد حوالي 80% من ديونه المستحقة ولا يواجه مشكلة تذكر في إعادة جدولة ديون المتبقية والبالغة حوالي 223 ملون دولار لكن الهدف الذي أعلنه بيت التمول الخليجي والمتمثل في تحقيق عائد على رأس المال لا يقل عن 10% هذا الهدف لم يتم إنجازه بعد فرأس مال بيت التمول الخليجي المدفوع حاليا يزيد عن 970 مليون دولار ولا يمكن للبانك تحقيق أرباحه المستهدفة إلا إذا تمكن من التخارج من استثماراته العالقة في الهند وليبيا والبحرين وأماكن أخرى من العالم وهو الأمر الذي ما زال مؤجلا واستثماريا لا نكاد نلحظ إنجازا إلا على صعيد الاستحواذ على نادي ليتز يونايتد لكرة القدم وشراء بعض العقارات السكنية في وسط لندن إلى جانب الشوط الكبير الذي تم قطعه لدمج بنك التجزئة التابع له والذي يحمل اسم المصر في الخليجي التجاري مع بنك الخير ويتوقع أن يشهد العام 2014 إتمام صفقة الاندماج هذه ولا يفوتون هنا الإشارة إلى محطة هامة لبيت التمول الخليجي خلال نهاية العام 2013 بإعلان عصام جناحي مؤسس البنك وصانع شعبياته إعلانه عن استقالاته من رئاسة مجلس إدارة البنك وأعقب ذلك تخارجه من البنك بالكامل سهم بيت التمول الخليجي بالرغم من مصاره الصاعد خلال معظم فترات العام 2013 إلا أنه ما زال يتداول بأقل من نصف قيماته الدفترية وما زال على البنك أن يثبت لمن راهن عليه قدرته على التخارج من استثماراته القديمة وأن يجدد الأمال باستعادة قيمة بعض أصوله الكبيرة